أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة اتخاذ التدابير الممكن لتقليل حدة التأثيرات الصلبية للأزمة العالمية الراهنة جاء ذلك خلال ترأس الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية حيث أوضح مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بضرورة العمل على ضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة الحالية